السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هالس ملاك نيو شور مناسب لاطفال كامل النمو انا دكتور عازم رجب استشارة طب الاطفال تابعوني تعريف الطفل كامل النمو هو الطفل اللي تولد في الشهر التاسع او بعد الشهر التاسع او تولد بعد الاسبوع السبع وثلاثين من الحمل اما الطفل نقص النمو او المبتسر هو الطفل اللي تولد قبل الشهر التاسع او قبل اسبوع السبع وثلاثين من الحمل بالنسبة للاطفال اللي هي تولدت ووزنها قليل عن الطبيعي ده تعريف اللي هو الطفل اللي هو وزنه ساعة الولادة بيبقى اقل من اتنين ونص كيلو اما الوزن الطبيعي عند الولادة بيبقى من اتنين ونص لحد اربعة كيلو طيب ايه هو الحليب ناقص النمو هو الحليب اللي انا بديه للطفل لو وزنه اقل من اتنين ونص كيلو ساعة الولادة او الطفل اللي هو مولود قبل الشهر التاسع او قبل الاسبوع السبع وثلاثين من الحمل طيب امتى اغير الحليب اللي هو ناقص النمو ده لحليب رقم واحد احنا بنحب نستمر على الحليب ناقص النمو للاطفال اللي هي وزنه قليل او اللي هم مولدين قبل معادهم لحد لما الطفل يوصل لوزن اتنين ونص كيلو فيما فوق طيب ايه انواع الحليب ناقص النمو اللي موجودة في السوق في الببلاك بريماتيور في الابتاميل بريماتيور في السملاك نيوشور كلهم بيحتوى على سعرات حرارية عالية بتزود وزن الطفل بسرعة عن الحليب رقم واحد كمان بيحتوى على فيتامينات ومعادن بتركيزات اعلى من الحليب رقم واحد او الحليب كامل النمو عشان كده الاطفال كامل النمو مانفعش ياخدوا النيوشور او الببلاك ناقص النمو لانه هو وزنهم كويس مش محتاجين السعرات الحرارية دي ياريت لعجبك الفيديو متتساش تعمل شير شكرا 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 شكرا